استكمالا لمثال 5 في الوحدة الخامسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية كنا في مثال 5 اللي هي دي بياناته كنا قد وضحنا تمهيد للحل حددنا الوحدات التامة كانت 9000 وفصلناها 1000 استكمال من اول المدة و8000 من الجديدة وكنا حددنا الوحدات التالفة ب500 من خلال الالاقة التالية المعادلة دي وكنا ال500 قلنا كان فيه منهم 200 طبيعي بل 300 الباقي غير طبيعي وكنا حددنا الرسمة بالشكل التالي وقلنا ان في الرسمة الوحدات تحت التجريل اول مدة اللي كانت ظهر عند 60% عشان تستكمل الالف وحدة دي لابد ان احنا نوصل ال60 دي لمية في المية يبقى كان باقي لنا 40% وكنا حددنا مدخلات ومخرجات المرحلة بالشكل التالي الان مع تقرير انتاج وتكاليف المرحلة التقرير الشامل بطريقة الاول في الاول التقرير بالخمس خطوات بتعطيه بيظهر كالشكل التالي رقم واحد الانتاج الفعلي دي الخطوة الاولى بشوف وحدات تامة اول مدة كات معطى بألف وحدات تامة من الجديدة 800 دول اللي هما كانوا وحدات تامة اللي كانت الاصل اللي وحدات تامة كانت 9000 من التسعة تلاف 1000 من اول المدة وتمن تلاف من الجديدة يبقى الاتنين دول مع بع التسعة تلاف اتقسموا على جزئين على سطرين تحت التجهي الاخر المدة كانت معطى بألف وخمسمية التالي في الطبيعة كان معطى بمتين التالي في غير الطبيعة كنا استنتجناه بثلتمية المجموعة 11000 المجموعة 11000 الخطوة التانية الانتاج المتجانس رقم اتنين الانتاج المتجانس طبعا الخطوة التانية بأعمدة الخطوة التانية متوقفة على عدد عناصر التكاليف كان عندي مواد مباشرة وتكاليف تحويل واحنا في مرحلة أولى ما فيش تكلفة مستلمة يبقى ما فيش عمود للتكلفة المستلمة الوحدات التامة من اول المدة 1000 وحدة الالف دي اللي انا عايز اعمل لها استكمال الالف دي اللي انا عايز اعمل لها ايه استكمال اكملها كانت ظهر على الرسمة كانت ظهر على الرسمة عند 60% يبقى الاستكمال اللي انا عايز اكمله اكمل كام اكملها 40% عشان توصل 100% يبقى لما اجي هنا اشوف 1000 انضرفت في صفر ليه لاني على الرسمة لو بصنا للرسمة تانية سريعة كده مختصرة كان اول الالف لما اول المدة لما كانوا ظهرين عند 60% عشان تستكملهم تعمل لها استكمال بقى 40% كانت هنا المواد تضاف في بداية المرحلة فاسألك سؤال هل داخل فترة الاستكمال دي دي الاستكمال هل داخل فترة دي انضافت مواد لا المواد كدبراها عشان كده ضربنا بصفرة يبقى 1000 في صفر بصفرة 1000 في المكمل بقى اللي هما اللي ايه اللي اربعين في المهم مكمل يديني 400 بعد كده وحدات تامة من الجديدة يبقى 8000 تنضرف 100% ب8000 لان اي تامة من الجديدة يعني بتبدأ من صفر في المية لحد ما توصل 100% يبقى 8000 البقيين دولت خدوا من صفر لحد 100% يبقى خلنهم خدوا 100% بالكامل يبقى 8000 في 100% ب8000 على مستوى تكاليف التحويل برضو 8000 في 100% ب8000 تحت التشغيل اخر مدة كده 1500 اخر المدة اضرب 1500 في 100% ب1500 التحويل 1500 في 70% ب1050 طب ليه هنا انضربت في 100% وهنا انضربت في 70% لان 1500 هنا كان اخر المدة كان هنا كان ظاهر عند 70% فلو بصيت عند 70% المواد انضافت فين عند صفر يبقى بالنسبة لي اخر المدة اللي هم كانوا 1500 وحدة كانوا ظاهروا عند 70% يبقى خدوا المواد بالكامل انه جايين متحملين بالمواد بالكامل يبقى اشان كان ضربنا 1500 في 100% اما بالنسبة لتكاليف التحويل كان 1500 بتقوى اخر المدة ظاهرين عند 70% يبقى 1500 في 70% بالنسبة للتالف الطبيعي اي تالف كان الفحص هنا كان في الرأس استمرين كان الفحص في نهاية المرحلة يبقى الخمسمية التالف كانوا ظاهرين هنا اللي هو كان منهم 200 طبيعي وال300 غير طبيعي يبقى سواء المتين الطبيعي او الثلتمية غير طبيعي ظاهرين عند كام؟ عند 100% عشان كده جيت على المتين الطبيعي وقلت 200 في 100% بمتين وبرضو بالنسبة للتحويل 200 في 100% بمتين تاب التالف غير طبيعي تالف غير طبيعي كان 300 برضو ظاهر التالف عند 100% يبقى قول التلتمية في 100% بمتين وبرضو التلتمية في 100% بايه ب300 وجمع عمود المواد المباشرة لانتاج المتجانس بتاعها 10,000 وحدة عمود تكاليف التحويل عمود تكاليف التحويل كان انتاج المتجانس لها 9,950 كده الخطوة الثانية خلصت الخطوة الثالثة إجمال التكاليف الخطوة الثالثة للمواد المباشرة كانت معطى ب3,000 و3,000 إجماليهم 6,000 اللي هي تكلفة الفترة السابقة تكلفة أول مدة تكلفة أول مدة دي أصلا معطى ب6,000 دي المعطى قالك نصفها مواد يعني نصف 6,000 3,000 مواد و3,000 تكاليف تحويل من الفترة الحالية كانت 10,000 للمواد معطى 14,925 والإجمالي 24,925 لو تلاحظ ده اللي كان معطى 24,925 قالك منها 10,000 مواد يبقى ده الباقي تكلفة تحويل يبقى الإجمالي المواد 13,000 تكلفة تحويل 17,925 إجمالي نهاية 30,925 متوسط تكلفة الوحدة دي الخطوة الرابعة رقم أربعة متوسط تكلفة الوحدة بتحسب من تكلفة الفترة الحالية فقط لأننا في طريقة الأول في الايه يبقى لو كنا في طريقة المتوسط كنا اشتغلنا على 13,000 واشتغلنا على 17,925 لكن عشان احنا في طريقة الأول في الأول يبقى هنقض تكلفة الفترة الحالية فقط يعني نشتغل على 10,000 للمواد المشرة 14,925 تكلفة تحويل يبقى نجيب متوسط تكلفة الوحدة للمواد المشرة يبقى خط العشرة تكلفة فقط اللي هي تكلفة الفترة الحالية بس وأسمتها على الانتاج المتجانس للمواد كان عشرة تلاف يبقى عشرة تلاف على عشرة تلاف يطلع واحد ريال لكل واحدة من تكلفة تحويل باخد تكلفة تحويل للفترة الحالية فقط اللي هي 14,925 وأسمتها على الانتاج المتجانس لتكلفة تحويل كان 9,950 يبقى لما أسم 14,925 على 9,950 يطلع واحد ونص ريال لكل واحدة طيب الخطوة رقم خمسة نحدد تكلفة الانتاج التام وتحت التشغيل والتالف على مستوى المواد البشرة وتكلفة التحويل والإجمالي عندي تامة من أول المدة تكلفة التامة من أول المدة لها تكلفة الفترة السابقة دي كانت معطا كانت على مستوى المواد 3000 والتحويل 3000 6000 اللي هم دولة اللي هو السطر ده كان 6000 نص مواد ونص تكلفة حويل بديكة معطا تكلفة التامة من استكمال أول مدة هنا محتاج أخذ سطر الاستكمال اللي هو كان صفر ربعمية واضربه في واحد واحد ونص يبقى سطر الاستكمال كان صفر بالنسبة لي الانتاج المتجانس للمواد ينضرب في واحد صفر في واحد بصفر من سطر الاستكمال من تكلفة تحويل كان ربعمية ربعمية في واحد ونص بستمية يبقى المجموح هنا صفر زائد الستمية بستمية تكلفة التامة من الوحدات الجديدة من الوحدات الجديدة كان سطر وحدات جديدة في الانتاج المتجانس كان 8000 ينضرب في واحد يبقى 8000 في 1 طب بالنسبة للتحويل كان سطر الوحدات التامة الجديدة 8000 في التحويل الانتاج المتجانس وكان تكلفة الوحدة 1.5 8000 و 1.5 يبقى الإجمالي أجمع 8000 زائد 12 يبقى الإجمالي 20 ألف يبقى دورة 3 أشياء اللي جيب منهم الانتاج التام تكلفة التامة من أول المدة الفترة السابقة من الاستكمال من وحدات الجديدة بعد كده نصيب التامة من تكلفة التالف الطبيعا لو تفتكر قلنا أن الطبيعي لما كنا بنشرح التالف في المراحل قلنا أن الطبيعي مفروض يحمل على تكلفة الوحدات التامة الجيدة طب التالف الطبيعي نحسب تكلفته ازاي؟ كان سطر التالف الطبيعي في الانتاج المتجانس كان 200 للمواد ينضرب في 1 تكلفة الوحدة يبقى 200 في تكلفة الواحدة بالنسبة للتحويل برضو المتين الانتاج المتجنس كان 200 للتالف وتكلفة الواحدة هو واحد ونص 200 في واحد ونص ب300 نجمع المتين والتلتمية يبقى اجمال تكلفة التالف الطبيعي 500 تكلفة تحت التشغيل اخر المدة اخر المدة كانت في الانتاج المتجانس للمواد في الانتاج المتجانس للمواد كان 1500 ينضرب في واحد يبقى 1500 في واحد يبقى 1500 تب التحويل الانتاج تحت التشغيل اخر المدة في الانتاج المتجانس كان 1050 التحويل وتكلفة الواحدة واحد ونص يبقى 1050 في واحد ونص يبقى 1575 نجيب الإجمالي اللي هو الإيه 1500 زياد 1575 3075 تكلفة تالف غير طبيعي ده يظهر لوحده لا يحمل على تكاليف الانتاج اللي عندي يبقى يظهر لوحده كان التالف غير الطبيعي كان في الانتاج المتجانس للمواد 300 وتكلفة الواحدة واحد يبقى 300 في واحد بتلتمية بالنسبة لتكاليف التحويل الانتاج المتجانس من التالف غير الطبيعي كان 300 وتكلفة الواحدة واحد ونص 300 في واحد ونص بربعمية وخمسين جمع تلتمية زياد ربعمية وخمسين يبقى الإجمالي 750 بعد كده نجمع عمود المواد نقل مجموعه 13000 نفس تكلفة المواد 13000 نجمع عمود تكاليف التحويل 17925 نفس تكاليف التحويل اللي كانت ماضة والإجمال النهاية 30925 نفس الإجمال التكاليف 30925 ويشوري ويشوري ترجمة نانسي قنقر